أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حالة جديدة من برنامجكم بداية حن أهلاً وسهلاً يا كابتاً أهلاً بك يا دكتور مونة طبعاً لقاء النهاردة مميز معنا ضيوف أعزائي هيتكلموا في محاور كتير هامة جداً قبل ما أدخل وأتناقش في المحاور كلها وفي كل النقاط دي حابب أرحب بالدكتور محمد خالد البقاعي مهندس الجسد وصاحب عالم البقاع للرعاية والتأهيل الشامل وعميد مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب بالمملكة الأردنية الهاشمية أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً فيك الله حياتك وبرك فيك مشرف مصر طبعاً بلدك الثانية ووجودك طبعاً هيضيف حاجات كتير جداً سيدة إسلام وبرك الله فيكم مصر بالنسبة لنا هي هدف لكل شخص يكون مبوض فيها لأنها أم الدنيا فعلاً وهي أم العلم والإبداع والمبدعين وبيربط مصر والأردن علاقة وطيقة جداً معنا برضو في ضيافتنا الفيلسوف سعد المصري رئيس مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك مشرف مناور البرنامج أهلاً وسهلاً بحضرتك شرفتنا دكتور محمد شرفتنا دكتور سعد أهلاً وسهلاً بيكم دكتور محمد عايزيني نعرف الأسباب لدفعتك لرجوءك لمصر هنا ومنقشتك للدكتوراه بداية إحنا ننقل تحيات الشعب الأردني قيادة وحكومة للشعب المصري وأنا مش بعيد عن مصر أنا من 1980 موجود في زيارات موجود في زيارات مصر لو كان هناك شيء آخر هو العبدي في عن نفس وأنا أصلاً بطل كرتيك الله يحييك وبارك فيك فجيتي الحقيقية نلتقين نحن الفيلسوف سعد المصري رئيس مبدعي مصر والعرب وكان هناك بروتوكول قديم إلى أنها هيئة الفرصة الآن وجئنا لتقديم الدكتوراه البحثية أيضاً حتى نكون مع المجلس وعمل توأمة وبروتوكول ليكون هناك الفرع الأول أيضاً لمبدعي مصر والعرب في الأردن بإذنه تعالى يعني في شركة رسمية نعم تمت إن شاء الله هي في الأيام هذه ثم أن مصر بالنسبة أنه هي الوريد الحقيقي للأمة العربية وهي منبع ومنصة المبدعين والباحثين لمن يريد أن ينطلق حقيقة ويصل إلى العالمية ينطلق من مصر العروبة لذلك جئنا بعلم جديد وأسميناه هندسة الجسد التأهيلية العلاج باليد لحل المشاكل المستعصية على وجه الأرض لكل من لم يستطيع حل هذا المشكلة من خلال الطرق الأخرى ليس تقليلاً بها أنا لست طبيباً أنا مهندس الجسد وهذا علم مستقل قائم بحد ذاته يعمل بخطوط متوازية هو دكتور يشبه العلاج الطبيعي؟ جزء منه العلاج الطبيعي ونتفق أكثر شيء مع الطب الفرعوني له العلاج في اليد مع ما يتمناه الفيلسوف الأول في مصر الأستاذ سعد المصري الدكتور وحبيبنا وصديق بلتوامتنا معه إن شاء الله أهلاً وسائل هذه الطريقة هي تحل المشاكل ووجدت لحل المشاكل التي لم يتم حلها في أي طريقة أخرى مثال على ذلك مثل حالات نقص الوصيجين حالات مبعد الحوادث مشاكل العمود الفقري حالات الأمأس أو التصلب الويحي المشاكل اللي توقف عنها الطب تماماً فوجدت كعلم مستقل لأنه إحنا في ديننا ما في شيء مستحيل ومفيدة إلا له دواء عرفه ومن عرفه جهل هو من جهل وكذلك في الكتاب العزيز قال ولن تصلوا هذا يعني وإشارة أنه نحن طلاب في هذه الحياة حتى وإن دخلنا الأربعين عام في هذا المجال لكن نبقى طلبة نتعلم كل جديد ولا يعني أنه إذا انتهى في خط آخر من خطوط العلوم أنه انتهت الحياة بالنسبة للشخص لأنه هذا الجسد وهذا الشخص هو صناعة رب العالمين يجب أن يستمر في حياته من بداية حياته وولادته حتى ربنا يخذ أمانته سبحانه وتعالى بعيد عنكم جميعا إن شاء الله والمشاهدين والسامعين إذن هذا يعني أن هذا الجسد يبقى يعمل إلى أن ينتهي به المطاف في أخذ الروح مدام في روح في الجسد ممكن إعادة تأهيل وتشغيله مرة أخرى بالعمل على مسارات ومراكز الطاقة ورياضة علاجية وثقافة تكييفية والعلاج باليد أي عمل له تأهيل شامل وهناك الكثير ومئات الحالات من كل أنحاء العالم موجودة وتحدثت عن نفسها وروت قصصها أنه لم يجد حلا ولكن بفضل الله تعالى الحل موجود وهو الشاف والمعافي نحن لا نستطيع أن نعمل شيء بدون ربنا سبحانه وتعالى لكن جعلنا سبب في حل هذه الأمور بإذنه تعالى وكثير من الحالات من أصحاب يعني نقول مقامات عالية إلى الناس شرواك والناس الطيبين والمحترمين وجدنا حلا لهم من خلال هذه الطريقة التي تم العمل عليها وإعلان نتائجها بعد أن تم نجاحها بفضل الله تعالى ولذلك نحن الآن إن شاء الله تم عمل وتوقيع بروتوكول للتعاون ما بين مصر والأردن لتبني المبدعين والباحثين وتطوير هذا الأمر لأن الأمة بدون علماء لن يكون هناك لها شأن والعلماء ورثة الأنبياء فدورنا نحن كعلماء أن نقوم بنشر هذا العلم والعلوم التي تخلو تماما يعني هندسة الجسد ليس فيها لا أبر ولا جراحة ولا أي نوع من أنواع الأدوية لا بل هي يتم العلاج بها من خلال اليد هي صناعة ربنا واليد هي مصنوعة من نفس مادة الجسم نقوم بحل جميع هذه المشاكل ومن أسهلها مشاكل العصر الحالي اللي هي أمراض العمود الفقري والمفاصل الموجودة ومنتشرة نتيجة الراحة وعدم استخدامها لأن حضرتك بتقول ما فيش علاج ما فيش علاج إيش؟ بدون أدوية نعم بدون أدوية بدون أدوية نهائية بدون أدوية نعم طب في أكهزة؟ في أكهزة؟ باليد فقط باليد فقط في أكهزة في عمل تمرين خاصة في نفس الحالة على تمرين رياضية ونسميها رياضة علاجية هي تقوم على ثلاثة وأربع نقاط رئيسية تأهيل الشامل العلاج باليد أولاً بعد التقييم وتقدير الحالة يبدأ العمل عليها ورياضة علاجية عمل تمرين خاصة بهذه الحالة بحيث أنه نعيد تقوية العضلات وتنشئتها من جديد والتروي الدموي والتغذية العصبية لرفع مقدر جهاز المناعة في الجسم والثقافة البدنية التكييفية وهذا أمر جديد وقد أكون الوحيد كمهندس لهذا الأمر المهندس الجاسد على مستوى العالم بفضل الله مسلم وعربي من أسس هذا العلم والثقافة البدنية التكييفية هنتكلم بالتأسيس بالتفصيل بس أنا معذرة حابب أسمع الدكتور ساعد هل أعرف خطة العمل المستقبلية بعد توقيع البرتوكول هتبقى إزاي؟ طبعاً الحمد لله فتحين المجال لكل الباحثين في كل المجالات سواء كانت الطبية الهندسية التكنولوجي الابتكارات والاختراعات حتى صفراء الطفولة في مجال الشعر والأدب والقصص المجلس بيرعى كل هؤلاء وحبينا أن نعمل شراكة ما بين مصر والمملكة الأرونية العشامية برعاية عالم البقاعي معادة الدكتور محمد خالد البقاعي لنشر هذه العلوم وتبني الأبحاث العلمية ومنحها الدرجات العلمية الشرفية مثل الدكتورات البحثية صفراء العلم والإبداع من أجل تنمية وطن أيضاً تكريم أساتذة الجماعات على مستوى الوطن العربي ومنحهم لقب علماء العصر كما تم منح معادة الدكتور محمد خالد البقاعي من علماء العصر العام 2020 وهو دور مصر ودور المجلس في أنه يهتم بكل العلماء وبكل المبجعين في كافة المجالات العلمية إحنا معنا صور دوقتي شايفينها على الشاشة برضو حابين يا دكتور تكلمنا نفذ عن المؤتمر اللي حضراتكم هتقوموه وتم إقامته بالفعل من ثلاثة أيام بالظبط أهم حساسياته كانت إياه دكتور إحنا كان كل الهيئة الاستشارية بتناقش الأستاذ الدكتور محمد خالد البقاعي في هندس الجسد وما معنى العلاج باليد وكيف يتم بناء الجسم وأعادة تأييل مرة أخرى بهذه اليد فقط أنا شايف مشارك عدد كبير يعني من الأستاذ الحضوري يعني شايف كل السفراء الدول العربية كان مشارك أكتر من 13 دول عربية من السعودية من أتول دول عربية في جزائر بصراحة كان تفاعل كبير جدا حتى دول إفريقية بالفعل وشرق أسيا لكن كله كان متشوق وكله حصل وحدة للشعوب لأن دايما ما فيش خلافات في العلم السياسة قد يختلف ولكن في العلم كان هناك وحدة وطنية وحدة شعبية وحدة عربية وكله كان جاي مساندا لمعادة دكتور محمد خالد وعلم طبعا متفائلين بيه خير بس أحبين برضو دكتور أمونة نعرف أهم المشاكل أو الأمراض اللي بيعالجوا هذا الطب الحديث يعني زي ما أسلفنا نعالج الحالات التي استعصت عنها الطرق الأخرى يعني حالات بعرفش دعني تكون فكرة حالات نقص الأوسيجين أو الشلل الدماغي وهذه عادة تحصل مع كل أسف نتيجة خطأ أثناء الولادة بغض النظر طبيب أو قابلة وممكن يحصل هذا الخطأ ونقص الأوسيجين يعني الانقطاع الاتصال بين الرأس والجسد لمدة ثواني أو جزء من الثواني وهذا يحدث خلل أو ضمور في الخلايا الدماغية قد تكون المسؤولة عن الجهاز الحركي أو العصب البصري أو النطقي أو حتى عقليا أو كلها مجتمعة مع بعض لذلك هذه الحالات استعصت على كل العالم وكل الدول وإحنا هناك قصص يعني الوقت لا يتسع لعرضها موجود إن شاء الله بس إحنا عنا قناة لدينا لقاءات تانية دكتور إن شاء الله بإذنية لأنه يخش على عالم البقاء ستجد كل القصص والعرب على الفيسبوك هيجدوا بكل هذه القصص في داتا موجودة كل شيء موجود ومنع هو السؤال بس سغير قادثنا إزاي نقنع الناس بالعلاق ده بالنتائج سؤال بسيط والإجابة موجودة النتائج موجودة وأصحابها يروها مشحنة يعني بيجي أبو الطفل أو الشخص صعب العلاقة المريض بيقول أنا كنت واحد اثنين ثلاثه أصبحت كذا لذلك يعني أنا بعتقد أنه بهذا المؤتمر كان ناجح جدا رقم ثمانية ثلاثين لمجلس علماء مبدعي مصر والعرب كان مثير للجدل ما أعجبني فهنا بتطبق حالات هنا في مصر بالفعل في ناس كتير راحت للفندو المقيم في الدكتور في الفترة الزمنية المقيم فيها وتم تعامل مع حالات كثيرة ومع ناس يعني من المشاهير تم دعوة الدكتور لي ولكن عشان الفترة الزمنية قليلة جدا إن شاء الله سيعود رحلات مرة أخرى إلى القاهرة إن شاء الله عشان برضو الوقت بيسرقنا حابين نعرف إزاي هيتم التوقامة بمجلس علماء مصر والعرب هو تم التوقامة بالفعل في قلب المؤتمر وحضروا 13 دولة عربية وبنتكلم على بنود الأبحاث العلمية والاهتمام بالبحث العلمي وكيفية ورعاية الاستثمار للبحث العلمي دايما نقول كده الشجرة الجميلة بلا ثمار كالبحث العلمي بلا استثمار فالمهم في الأبحاث العلمية أن يكون هناك استثمار من قبل رجال الأعمال المجلس بيستفيد الباحث بيستفيد وأيضا رجل الأعمال بيستفيد واخترنا تحديدا معادة دكتور محمد خالد البقاعي لموقعه العلمي للمكانة العلمية لحب الشعب الأردني والوطن العربي لأنه له العديد من الإنجازات الخيرية والاحتفالات وزوي الإعاقة يعني أنا كنت في إربط سنة 2015 شفت ده بعيني حالات يعني كثيرة جدا جدا حضرتك زرت الأردن برضو أه طبعا طبعا لأنه أنا ما قدرشي أخذ بالكلام أنا رحنا وشفنا وزرنا وكان معنا هيا استشارية وشفنا الحالات اللي تم تعامل معها وبالفعل بعد خمس سنوات دراسة وعن الدكتور تم اختياره عميدا لمجلس علماء أمدع مصر العرب شكرا أنا دكتور شكرا جزيلا حب تضيف حاجة دكتور محمد قبل ما ننهي فقرتنا أكيد أنا مرة ثانية بكر شكري وما فاجأني في مصر سلاسة التعامل حقيقة ودعوة زيارتنا لجامعة القاهرة وهي أم الجامعات والأولى عمستوى الشرق الأوسط يعني من هم بقدم شكري لعميد كلية العلوم ومدير التحليل الطبية الدكتور طاه الدبس على تفاهمهم وتكريمهم لنا وإن شاء الله هناك أفكار راح تكون قريبا إعلانها في التعاون بين المجلس وعالم البقاعي وإن شاء الله الجامعة أيضا لتقديم كل ما هو جديد شكرا لهم على إتاحة الفرصة والمساحة لنا شكرا لمصر شكرا لكل من كان مشاهم في هذا العالم الله يخليك ونشكر أيضا قناة الصحة والحياة شكرا لحضرتك وحضرتك على هذا اللقاء اللطيف والطيب ونتمنى أن نكون إن شاء الله من خلالك ننطر رسالة ونطمئن كل من هو لديه إعاقة أو حالات نفس الجين أو حالات أم أس أو حالات ضمور في العضلات ليس لها حل أن تصل هذه الرسالة من خلالك أيضا نقولون لا يا عم الحل موجود وإن شاء الله نحن قادرين على حل هذه المشكلة بتوفيق من الله قبل من إنه الحل الآن في عنوان أن نحن نوصل للمشاهدين لما يحبوا وتوصلوا مع حضرتك أكيد رح نعطيك العنوان والمكان وعندك على البروشور كل شيء موجود عالم البقاعي وهو موقع رسمي وموخص أيضا وموثق بالفيسبوك صفحة الفيسبوك أيضا عالم البقاعي وكل السوشال بيديا بس يدخل على عالم البقاعي بقدر يشوف كل القصص أيضا شكرا جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أم نورة مصرية دكتور محمد وإحنا نسألن بحضرتك نحن نسألن بحضرتك دكتور نقدر نبخل نهتم كده يدينا بإيدين بعض كده إن شاء الله مصر و الأردن يد واحدة نعم نعم شعب واحد في تقریر معنا دكتور إن شاء الله في تقریر معنا مستوادية نسيب حضرتكم مع فاصل قصير ونرجع لكم تاني